تأثير حمادي اللاعب تأثير مطبيع على جمهور الجوية اللي ما حققته أنت يعني في محليا وخارجيا بس حمادي العمل الإداري يختلف تعرف أنه إذا حمادي ما سوى شيء لي نادي القوة الجوية كل اللي سويته بعد ما لقيمه أمام الجمهور وأنا أحكي لك بدلائل كثيرة لا أريد نذكر أسماء تاريخ مراحة انتهى يعني أنا أعرف هاي الشغلة طبعا وإحنا أنا مراحة على هذا الشياني ومع الأخوة أعضال هاي الإدارية المحترمين يعني أكيد كل إحنا طبعا يعني مصممين على أنه نسوي شيء يعني مو طبيعي بالنادي وهذا الشي احنا ماشيين بي يعني بالاتجاهل صحيح لكن بهذا الظرف إن تشوف أكو شوية يعني مشاحنات وأكو شوية ما جاي يخلون يعني أنه نرتاح. ما جاي يخلون الإدارة، هاي الإدارية ترتاح بنما؟ الآن أحنا متفقين مع هاي الإدارية كنا متفقين وعدنا يعني خطوات ماشيين بيها. يعني هاي إحنا يعني اتفاق مع الأعضال هذه الإدارية وأنه سنسوي ملعبيا نادي القوة الجوية حاليا ملعبيا اثنين نعتبرهم للتدريب والفئات العمرية ويصير مقر لنادي القوة الجوية مقر كبير سيصير بالطارف هاي بأرض فلسطين أضافة إلى أنه إحنا ماشي بالاستثمار وإن شاء الله يعني الخطوات الأخيرة لكن تعرف أنه كل يوم أنه تجيك شكوى على النادي وتعرف هذا يشتكي وذاك يشتكي خصوصا بهذه الظروف أنه أنا يوجه رسالة لكل شخص محب لنادي القوة الجوية ويقول أنا محب أو أنا ابن نادي نادي القوة الجوية عليه أن يوقف كل شيء في هذا الظروف الظروف الفريق نصدر بنافسة على الدوري فرق نقطة ونقطتين مفرق يعني من صارت الشكاوي علينا أنه نحن مصدرين أول فأكيد أنه هذه الشكاوي من توصل لللاعبين نحن كل فترة نرجع نحاول نبعد اللاعبين عن كل هاي المشاكل